أفدت مصادرنا بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق بوري والرياض وشارع الستيم بالخرطوم وسط تحليق كثيف للطائرات الحربية وكان الجيش السوداني قد أكد في وقت سابق أن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها مستقر جدا باستثناء ولاية غربي دارفور فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمهاجمة معسكر تابع لها بمنطقة كافوري بالخرطوم وذلك عبر الطيران والمدفعية وقالت أنها تصدت للهجوم واستحوذت على عتاد عسكري يتبع للجيش في تلك المنطقة